أدى اليوم المدير العام للخزينة العامة للدولة الجديد سليمان آدم هارون أدى القسم أمام رئيس محكمة الحسابات طاهر سليمان حقار المناسبة جرت بمقر المحكمة بحضور أعضائها ومسؤولي إزارة المالية حليم السعاد طبقا للمرسوم الرئاسي رقم 1988 والذي قضى بمجيبه تأيين المدير العام للخزينة الأمة سليمان آدم هارون هذو جاءت هذه الجلسة العلنية لأداء القسم للمدير العام للخزينة الأمة للدولة الجديد بهضور رئيس محكمة الهسابات طاهر سليمان هارون وجمء من العاملين في الإدارة الأمة لمحكمة الهسابات من ناهيته المدئي الآن بمحكمة الهسابات كيني فوبا الذي رحب بالمدير الجديد بتوليه خيادة هذا الجهاز كما أكد للمدير أن تأيينه في هذا المنصب جاء في الوقت الذي تشهد فيها البلاد أزمة اقتصادية ومالية صعبة هذو وضع رئيس الجمهورية جريس ديبي إتنو في شخصيته الثقة وتكليفه زمام هذا المنصب وذلك لمواجهة التهديات المماثلة وطلب منه بزل مواصلة الجهود في سبيل تحقيق المكاسب الأولية في البلاد بالإضافة إلى مراقبة الصادرات والواردات ودفء المستهقات والمصروفات ومراقبة وتقديم القيمة المالية وتهسين إرادات الدولة والجدير بالإشارة فإن المدير العام للغزينة العامة للدولة سليمان آدم هارون هو من مواليد عام 1970 بمدينة أمجرس وتقلد إدة مناصب إدارية